عيش بقى بالكارت او بالفيزة كارت الخبز الغير حاملي بطاقات التموين اسعاره وكيفية الحصول عليه اهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد بداية لو حضراتكم مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد طبعا كلنا سمعنا في الايام اللي فاتت عن موضوع العيش بالكارت انه الناس هتصرف العيش بالكارت وتروح تشتري الكارت من تشتريه من البريد البريد المصري ويتشحن بكمية معينة حسب استخدام حضرتك طيب ده اللي معطى التموين هقول لحضرتك كل التفاصيل دلوقتي يبحث ملايين المواطنين عن قرارات وزارة التموين لطرح كارت مسبقة دفع لشراء العيش البلدي من المخابز وذلك من اجل تخفيف العبء على المواطنين والاستفادة من جودة الخبز البلدي المدعم ومجرد تطبيق هذه المنظومة يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة التموين والحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة كيفية الحصول على الخبز البلدي بكارت مسبق الدفع وتكسف وزارة التموين عملها لتوفير الخبز البلدي الغير حامل بطاقات التموين من خلال الكارت المشحون الذي من خلاله يتم شراء العيش بسعر التكلفة وتكون أسعاره أقل من سعر الخبز السياحي الحر وأكثر من سعر الخبز المدعم في بطاقات التموين أماكن صرف الخبز البلدي الغير حامل البطاقات التموينية يتم الحصول على الخبز البلدي من الكارت الزكي مسبق الدفع الغير حامل البطاقات التمونية من أي مخبس في الأسواق ويتم طرحه بدءا من يوم الأربعاء 18 يناير يعني إن شاء الله النهاردة سعر الخبز البلدي في الكارت الزكي لم تحدد الوزارة بشكل رسمي حتى الآن وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر أو السياحي في الأسواق ومن المتوقع أن يكون سعر الخبز البلدي في الكارت الزكي مسبق الدفع 90 إرش لغير حامل البطاقات التمونية طريقة الحصول على كارت لشراء الخبز البلدي يتم الحصول عليه من أي مكتب بريد ويمكن استخدامه أثناء طوافر رصيد مشحون ولا يوجد مبلغ محدد لشحن الكارت مسبق الدفع لشراء الخبز البلدي حيث يمكن شحن الكارت بقيمة 20 جنيه 30 جنيه 50 جنيه أو 100 جنيه يعني حضرتك بتروح تشتري من البريد حسب إمكانيات حضرتك عايز تشتري كارتب 100 كارتب 20 كارتب 30 كارتب 50 بتروح بعد كده تدي لصاحب الفرن البلدي اللي هو العيش المدعم بينزلك من الرصيد وبيبضل حضرتك العيش بتتحسب عليه الرغيف بتسعين قرش تتم عملية الصرف من خلال الكارت المشحون أو الكارت الزكي مسبق الدفع حيث يخصم الكارت يكون يتعدد الرغيفة العيش حتى انتهاء الرصيد وبعد ذلك يتم شحن الكارت مرة أخرى إيه هو موعد صرف الخبز البلدي من الكارت الزكي والخبر اللي بعد كده معانا بيقول بـ 100 جنيه ربح يومي 100 جنيه ربح يومي من خلال تطبيق يسير الجدل على السوشيال ميديا هنا هنتكلم مع بعض عن الخبر ده طبعا كلنا سمعنا عن التطبيق ده وهنقول لحضراتك وكل قصته دلوقتي تدور رواد مواقع التواصل الاجتماعي منصة جديدة للربح اليوم بدون أي مجهود على غرار تطبيق الرمال البيضاء أو الوايت ساندس ولذي أثار الجدل العام الماضي فما القصة ظهر التطبيق الجديد خلال الأيام القليلة الماضية من يناير 2023 والغريب في الأمر أنه متشابه لحد كبير مع نظر الرمال البيضاء الأمر الذي أثار الشكوك حول التطبيق الجديد تطبيق الرمال البيضاء دوت كان بيتكلم على أنه حضرتك بتدخل على التطبيق نقدر نقول اللي هي منصة لربح الأموال عبر الإنترنت عن طريق عدد من المهم البسيطة زي مثلا أنه حضرتك بتتفرج على فيديو مشاهدة فيديوهات أو اشتراك في قنوات إعجاب منشورات أو متابعة أشخاص أو صفحات عبر موقعي يوتيوب وفيسبوك طريقة عمل تطبيق الرمال البيضاء كان بيوفر لحضرتك أنه حضرتك تبدأ بمنح المستخدم الجديد للنسخة المجانية 10 جنيه فضلا عن 7 باقات أخرى مدفوعة أو VIP تدفع من 300 جنيه حتى 30 ألف جنيه مصري كل ما زاد حجم الباقة اللي حضرتك بتشحينها كل ما زاد عدد المهم التي يتيح التطبيق لك وكذا يزيد الربح الذي يمكن سحبه بصفة دورية عبر خدمات الدفع الإلكترونية كاش التابعة لشركات المحمول القبرى في مصر ما تدخداش حضرتك بالكلام اللي هتسمع عشان اللي جاي هيفجأك لم تختلف آلية عمل التطبيق الجديد كثيرا عن سابقه بل بالعكس كان أسهل كمان إلا أن الربح عن طريق هذه المنصة أسهل من الرمال البيضاء ولم تختلف آلية عمل التطبيق الجديد كثيرا عن سابقه إلا أن الربح عن طريق هذه المنصة أسهل كمان من الرمال البيضاء حيث لا يتطلب تنفيذ مهام كل ما يطلبه من المستخدمين هو أيداع أموال والحصول على ربح منها بصفة يومية ومجرد التسجيل على التطبيق أو المنصة يربح المستخدم 20 جنيه من ربح يوم يقدر بخمسة جنيهات دون إداع أي أموال لكن في حالة الإداع أو الاشتراك في الباقات التي تتحها المنصة يربح المستخدم مزيد كثير من الأموال طيب تبدأ الباقات من إداع 100 جنيه حتى 500 جنيه حيث تمنح باقة الميج جنيه أرباح 25 جنيه يعني على كل 100 جنيه 25 جنيه يعني أكتر كمان من أرباح البنوك وأرباح الشهادات وكل الكلام ده كله وكمان حضرتك كده مش بتربط فلوس ده كلام فاضي كله طيب إيه بقى قصة الموضوع ده كله حذر الكثير من الخبراء والمستخدمين من خدورة استخدام هذه التطبيقات والمنصات الخاصة بالربح الإلكتروني وآخرة هذه المنصة الجديدة حيث تقوم آلية هذه التطبيقات على إغراء المستخدمين بالربح السريع في البداية وتحويل الأرباح بانتظام وذلك الجذب من المستخدمين وكذا الأموال ومن ثم غلق التطبيق والاستلاء على الأموال يذكر أن التطبيق الرمال البيضى نجح في ضم 6 ملايين مشترك حيث تروح قيمة الأموال التي جمعها من مدير التطبيقات من اشتراكات المستخدمين ما بين 3 و 5 مليار جنيه مصري مع بداية 2023 وتوقف سحب الأرباح في الموقع وكام المشرفين وقام المشرفين على التطبيق بالنصب على المستخدمين وتحويل الملايين من الجنيهات التي تمت سرقتها من الضحايا إلى عملات رقمية مشفرة وتهربها لخارج مصر عارفين يا جماعة موضوع زي مثلا توزيف الأموال كده هو بيبدأ مع حضرتك إنه حضرتك بتحول بـ 100 جنيه بـ 200 جنيه بـ 300 جنيه بيديك عن 100 جنيه 25 جنيه وشوية لما بيوصل لتارجت معين هو عايز يوصله كم مليون كم مليار بعد كده المنصة بتتقفل تماما وده حصل السنة اللي فاتت في اللي هو الوايت ساندس دوت وبعد كده الموضوع بيتقفل خالص خالص مش بتشوفهم تاني ويبقى كده اتنصب على حضرتك فخلي بالكم يا جماعة دي موضوع ده القصة دي كلها زي المستريح كده اللي هو بطع الصعيد بس ده مستريح جديد بس إلكتروني وعى الانترنت الخبر اللي بعد كده معنا بيقول خراب بيوت مستعجل مفاجئة غير متوقعة بأسعار الدواجن اليوم في جميع محافظات مصر شوفي كيلو الفراغ في كم في المزرعة أسعار الدواجن اليوم من أقصر الموضوع التي يهتم بها البحث بها العديد من الأشخاص وخاصة من ربات البيوت وأيضا من أصحاب المزارع لبيع انتاجهم من الدواجن إلى التجار الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن صناعة الدواجن تواجه كارثة حائية خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع سعر الدولار وأشار أيضا إلى ارتفاع الخامات بشكل قياسي مما تسبب في غلق الكثير من مصانع الأعلاف والمزارع وأعدام الكاتاكيد كما أشار لأن الدولة تعمل على توفير الدولار للإفراج عن الخامات من الجمارك وشهدت أسعار الدواجن اليوم استقرار مفاجئ في برسة الدواجن وقد وصل سعر الدواجن البيضاء في برسة الدواجن الرأسية وقد وصل سعرها في البرسة نحو 63 جنيه للكيلو وتأتي هذه الأسعار في ظل الزيادة التي يشهدها سوق أعلاف الدواجن خلال الفترة الحالية والتي وصل إلى 23 ألف جنيه للطن وأسعار الدواجن في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل تعد مشكلة كبيرة وخراب بيوت لأصحاب المزارع والمستهلكين والستات البيوت ووصل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 58 جنيه للكيلو لكن للمستهلك فيزيد سعر الكيلو عن أسعار المزرعة 2 جنيه لـ 4 جنيه بعد إضافة مصاريف النقل وربح التاجر وتسعى الحكومة حاليا لفتح الأسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياط المصري بالنقد الأجنبي أما الدواجن الحامرة الساسوفة قد وصل سعرها في المزرعة 63 جنيه للكيلو ويتخط سعر الكيلو للمستهلك 80 جنيه للكيلو الواحد وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطارية مع دخول فصل الشتاء عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية وبكده طبعا لازم يكون البيط بيرتفع وصل سعر كرتونة البيط الابيض في المزرعة 81 جنيه أما كرتونة البيط الأحمر ووصل سعرها في المزرعة 82 جنيه وتختلف أسعار البيط للمستهلكين على حسب الأماكن التي يتواجد بها المحلات ووصل حجم الإنتاج المحلي من البيط إلى 13 مليار بيضة في السنة أتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لحضراتكم وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله